السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم عن قوانين وشروط الضمان المطور الجديدة الآن يقول لك الشخص المستقل يعني اللي بروحها مقدم ما عنده تابعين إذا عنده أكثر من سيارتين يعني ثلث سيارات وأكثر ما رح يمشي للدعم إذا عندك سيارتين وأقل رح يستمر الدعم بإذن الله بالنسبة للأسرة اللي متزوج عنده أولاد وعنده بنات إذا للأسرة كله مجموعة الأسرة عندهم أكثر من ثلث سيارات رح يتوقف الدعم باختصار شديد يا أخوان مثل الأسرة عندهم أربع سيارات خمس سيارات الأكثر من ثلث سيارات لازم تنقلونها لإسم أي شخص آخر ما في مشكلة سوي توفيض وما عندي أي مشكلة لكن هذه السيارات ما تبقى بإسم الأسرة سواء رب الأسرة أو الزوجة والولد أو البنت مجموعة الأفراد الأسرة يمتلكون أكثر من مثلا أكثر من ثلث سيارات أربع سيارات وأكثر ما رح يمشي لهم الدعم وكذلك المستقل إذا عندك ثلث سيارات وأكثر ما رح يمشي لك الدعم الحل إنك تنقل السيارات لإسم أي شخص آخر بالنسبة يا أخوان للعمالة عمالة منزلية إذا عندك أكثر من عاملين منزليين ما رح يمشي لك الدعم طيب وش العمالة المنزلية؟ سايق خاص عامل منزلي طباخ منزلي شغالة إذا عندك أكثر من ثلاثة وأكثر ما رح يمشي لك الدعم هذا الكلام ينطبق على المستقل وعلى الأسرة بالنسبة يا أخوان للسفر إذا كنت تسافر أكثر من 90 يوم خلال سنة كاملة 12 شهر راح توقف عندك الدعم يا أخوان مو بس رب الأسرة حتى الأولاد والبنات والزوجة مثلا عندك ولد يدرس بره رايح جاي أكثر من 90 يوم سواء متفرقة أو متواصلة راح يتوقف عندك الدعم هذا اللي حبيت أوضحه في هذا الفيديو أتمنى التوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر